بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجب لكم طريقة كيف نحمر الجاج. بغينا نحمر الجاج خاصة اولا نجيبه نبيته نغسله ومن بعد ادناليه توابير خاصة به كالجيب اللده والمعضاق على العراسات. على وهي راس الحانوت اللي انا يا راني حطيتها في القناة ديالي. وسمن بلدي. سمن مالح. والسعفران شعراء. هذه ثلاثة الحويج تخليوا المعضاق ديال الدجاج معضاق العراسات. نتمنى من الله اعجبكم هذا المقطع. واول حاجة كتديروها كتغسلوا الدجاج وكتنشفوهم جيدا وكتبيتوه في التلاجة. ومن بعد كي تدوعوا التاني كتديروا لي التوابل دياله معاهم هالتوابل بالاساس. راس الحانوت. والزعفران شعراء. والسمن. السمن اللي هو عبارة عن زبدة مملحة. كتبقى واحد لمدة طويلة. وهي اللي كنديروها مع راس الحانوت باش كي يجيه الدجاج جديد بزاف. وفيه المضاق ديال العراسات. ديال المناسبات والحفالات. وكنتمنى هاد المقطع يعجبكم. وتعملوا لي اشتراك للقناة ديالي. وديروا اليجام وديروا يابوني. غالبا ما تيكون الدجاج محمار والمنظر دياله رائع. ولكن المضاق دياله ما تيكونش زوين. تيكونش مزيان. لانه تيكون فيه توابل كثيرة. هادك توابل كتقضي على المضاق مقطع الدجاج. وانا درت لكم التوابل ديال. ديال راس الحانوت تراها فيها ربعة المكونات ديرها في واحد المقطع تعل الحم. اه ممكن تدخلوا وتشوفوا. هراكين في المقطع قبل من هذا. اه هادك تتبيلا كنديروها في الجاج وفي الحم. وفي اه 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 في جميع الانواع ديال اللحم فا اه في امعاء الباقر او الغنم هادك تتبلينا و تتخلينا المضاق رائع جدا الى ازدنا عليها شي حاجة كي جينا الحم بحالم طيبين بالاعشاب اه كي يجين مضاق ديالو بحالم طيبين الببوش احنا كنقوله لك الحالازون بحالم طيبين الحالازون ولكن الى درنا هالتوا بلد لكم انايا بصيفة اه بصيفة اه بصيفة مزيانة راجج ديالكم غادي جي لديد بزاف اه وما تنسونيش ان شاء الله اه من الاعجاب بالقناة ديالي وتعملوا الياه وقت غير جيم وتابعوني وشكرا على المتابعة ديالكم الى اللقاء في مقطع